مائل من شلف يقول خطبت فتاة بعد أن سألت عنها وزكاها الجميع واكتشفت يوم زفافي أنها حاولت فيما مضى الانتحار بشرب الأصيد أعوذ بالله وتشوهت في مناطق حساسة من جسدها وصارت غير قادرة على الحمل والإنجاب وقررت أن أطلقها لكنها كذبت على القاضي وقالت أنها أعلمتني بكل ذلك قبل الزواج وهي والله الذي لا إله إلاه لم تعلمني بأي شيء وإنما اكتشفت ذلك ليلة الزفاف أنا في صدمة سيدي إنصحني ماذا أفعل قبل أن أجن يا أخي اتق الله ودعك من هذا كلمة قبل أن أجن أنت يا خدعت المرأة هذه ما دم أنها غير قادرة على الإنجاب وأنها مشوهة في أماكن خطيرة من جسدها وفعلت ذلك بيدها كان عليها أن تخبرك يعني لما جئت تخبر يماك بالحقيقة ها وناوش بيا إذا قبل الرجل اللهم بارك إذا ما قبلت اللهم بارك وربي يجيب له في جهة وحدة أخرى لكن أن تسكت ولا تقول له ذلك إلى ليلة الدخلة ثم تكذب على القاضي أنها أخبرته أنت الآن خلص لا داعي للصدمة راك جربت في حياتك وراه وقع الطلاق وأنت تعلم أن هذه المرأة تكذب ولما وقفت في المحكمة وش كانت تسنى في بالك أنت هاي راح تكذبت ما خافتش ربي لو اتقت الله لك القاتل الحقيقة قال يودي ما قتلوش ويقع الطلاق وكل واحدة ربي يفتح لي في جهة أخرى فلا داعي للصدمة تزوج ولا تبقى بلا زوجة هذا الذي أنصحك وقل حسبي الله ونعم الوكيل وقبل أن أنتهي من هذه الحصة المباركة نعود نولي للبطل العربي بورعدام أني حب نقول لك يا العربي يا بورعدام راني راضي عليك والله كي سمعت القصة انتاعك كيف كنت تتحضر وحدك في قاعة ما تصلحش حتى اللي معيز ورحت وحدك واخدمت وحدك والله أسأل الله أن يعزك وشعليه ليوم ركجية الخامس يأتي يوم إن شاء الله تكون أنت الأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته